يعني أهلاً شهر الخير والبركة بجد شهر رمضان بركته حلوة والناس في الشوارع بقالنا قبل الشهر الفضيل 3-4 ايام الشوارع مستحمة بشكل غير طبيعي بس مع الاستحام ده في بهجة الناس يعني أول مرة كمان أشوف الحاجات اللي هي بنقول عليها ديكورات رمضان الناس اللي بتشتري حاجات لطيفة تعمل زينة في بيوتها تجار كتير وشباب كتير بيشتغلوا فيها والناس مقبلة جداً عليهم أنا ببقى شايفة أنه المصريين دول جمال يعني هو شايفة أنه الشهر ده هو الشهر الخير والبركة كمان عايز بيت ويبقى كمان مبتهج جداً زيه الناس برح شفت حاجة لطيفة جداً وأتمنى أن احنا كلنا نشجعهم الشباب اللي بيبقوا موجودين في الشوارع عربية صغيرة بيعمل شاي وقهوة برح شفت شباب بداية مبارح طبعاً السحور أول يوم سحور فالشباب بالليل مثلاً ترابيستين وشباب شكلهم بتوع جمعة وجايبين قدرت فول وتصل البيض وعيش كده في السريع وطبعاً يعني رقم زهيد جداً اللي بيسحر بين ناس الشباب دول بجد محتاجين كلنا نشجعهم حاجة كده مبهجة وناس مبهجة وإن شاء الله يفضل ده هو شهر الفرحة شركة المتحدة للخدمات الإعلامية حطى السلوجن ده وهو حقيقي هو شهر الفرحة عند المصريين